موسيقى موسيقى انترفيو بلقاء جديد من حيكم مشاهدين ومستمعين وانما كنتوا عم بتابعونا اليوم جريمي موصوفي بحق الطيور تتمثل بسرقة عشيشة إما لهدف بيع أو لأهديف أخرى لذلك لجأت جمعية أو ناشطون لحماية الحسون والطير البري إلى رفع الصوت ولكن هل من يسمع بها الدولي؟ ضيفي اليوم رئيس جمعية ناشطون لحماية الحسون والطير البري والمسؤول الأعلامي بجمعية حماية الطيور بلبنان ABCL الأعليمي روجري سعد أهلا وسهلا فيك سبعة خير أهلا فيك يعني اليوم عم نحكي عن جريمة عم نحكي عن السرقة عم نحكي أيضا عن يعني كما ذكرت إعدام بحق الطيور اليوم صحيح هيدا هيدا الأمر مهم كتير وبتشكركم عهل هل أمر لأنه لازم ينحكي عنه لازم كل الناس تعرف شو عم بيصير عم بيصير جريمة كتير كبيرة بحق العصفير يلي بعدها مطارت يلي بعدها ببيتها مثل ولد صغير خلقان جديد بيجي حدا بيخفوا من بيته يعني عم الأشخاص عم تنزل بفصل الربيع خاصة لأنه نحن ننطل بفصل الربيع للتزوج والتفريق الطيور كلها بتعملها على الشاشة خاصة الطيور المغردة يلي هي من أجمل الطيور يلي من موسط نعود على البلكون تسمع عليها يعني أي أنواع طيور؟ يعني الحسون التفيفيحة البلبل الشحرور الهدهد شو ما بيطلع تحت ايدون بشكل عام بس هاي الطيور مطلوبة الناس عم تشتريها للتجارة عم تطلقطها تتبيعة يعني الشي غير مقبول أبدا أبدا ضروري صير في حزم بالموضوع لأنه إذا بنا نكمل بهالطريقة هايدي هي الإيبادة للطيور بمهدة يعني بيجي بيشيل العش بيبقى بالبيض بيحطه ببيته أو بيبيعه مثل ما هي ما بعرف كيف بيشتغله كيف يعني بتجروا فيها بيبيعوها وين بيعلنوا عنها على مواقع التواصل الاجتماع أو في محلات بتبيع عشاش مع طيورة أو بلا طيورة أو مع البيض هي بشكل عام بيشروها من الهدل أو في صائرة هلأ جديدة الوسائل الاجتماعية عم بيستعملوها بدل ما يستعملوها للخير ويفرجوا جمال العصافير بالبرية مثل ما هي عم بيعرضوها مباشرة عن الشجرة تيوفري طعمية هو لأنه عادة الأكترية لما يشلوهم بيموتوا ومش كيف ما كان الطير لأنه الأم بيطعميهم بطريقة مظبوطة فالأشخاص يلي عم بيشلوها عم بيحطوها مثل ما هي بيصوروها عن الشجرة وبيعرضوها على وسائل الاجتماعية أكترية الوسائل الاجتماعية أو الجروبات يلي هي صارت مشكوك بأمرها هاي جروبات إجرام جروبات قتل ونحنا وديناهم لمعاين الوزير وللوزارة هالقصص عن قصة هالقروبات يلي عم تبيع هالأعشاش يلي تعد مصيبة كبيرة بحق الطبيعة يعني هاي دي تجارة غير قانونية في شي مواد بالأنون بتنص على منع بيع الأعشاش أو التجارة فيها وهناك عقوبة بأنون الصيد البرية هي مادة وحيدة عملينا المادة العاشرة من الأنون بتنص على يمنع في كل فصول السنة انتزاع الأعشاش أو أخذ أو تلف أو بيع أو شراء أو نقل أو التقاط أو إزاء بيود أو فراخ أو صغار الحيوانات حتى زكروا الحيوانات مش بس الطيور والطيور البرية كما يمنع تصدير بيض الحيوانات البرية باستثناء أكيد طيور يلي بتنعمل بالمزارع مسموحة مثل بيض الجيج أو الجيج مسموحة كما يحذر احتباس الحجال البرية طيب شو عقوبتها زكر لأن شو عقوبتي يلي بيتيجر؟ العقوبة عادة بالأنون العقوبة بتكون بشكل عام دفع مصاري غرامة الغرامات عم تكون تكون كتير صغيرة نحنا منتمنى من قدين غرامة عم بتكون؟ غرامة عم بتكون بين 500 ألف والمليونين أو 3 ملايين يعني عم بتكون الحد الأقصى 5 ملايين والسعر أعشيش قديش عم بتكون؟ عم بيبعوها بالمليون مليونين مليون خمسمية حسب الفرخي اللي موجود بالعش يعني بيبعوها حسب الفرخي يعني اللي عملها تجارة ما رح يردعوه 500 ألف مش عم تأثر معهم لأنه حتى في بعض المحلات عم بيقضون 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 دي تعهد ونحنا منطلب من هالمنبر نطلب من القضاء يكون حازم يحطهم بالحبس لأنه هايدي سرقة هايدي قتل هايدي إجرام يعني هايدي عقوبة غير رادية عقصة التعهد إنه أنا ما بكررة كنا عم نحكي أنا ويك أستاذ ساعد تحت الهوى قلتلي نحنا عنا لائحة بالأسماء صحيح كيف عم تعرفوا فيهم؟ نحنا عنا مجموعة ناشتين على الأرض ونحنا أنا بالتعاون عندي صديقين عيسى أبراهيم وغني جردي عم نشتغل من متل ما بقولوا كيف ما كان بالميدان عم نكون عقوب بالأحم الحي بالأحم الحي أبدا يعني لدرجة كله نحنا متطوعين بالنهية نحنا ما لم نقبض ولا عندنا أجار ولا شي عم نشتغل نحنا بدل الدولة لأنه الوزارة البيئة ومشكور الوزير عم يشتغل بكل أوتو بس ما عندهم ضابط عدلية ولا عم بقدروا يلحقوا فنحنا عنا مجموعة ناشتين على كل الأراضي اللبنانية وينما كان موجودين وهالأشخاص متطوعين حتى بالأي بيسال نحنا عنا مجموعة متطوعين نحنا مرناهون وإخلين مننا شهادات يعني مش كيف ما كان عم بيقدروا يعطونا هالمعلومات عن الأشخاص وعم يكون فيه بيحكوا معهم عم يجبوا لنا كل المعلومات الموجودة وحتى أنه فيه على الوسائل الاجتماعية في ناس مش عم تستحي يعني هلأ وصلنا لوقت أنه بقى شفرين معهم صاروا عم بيعرضوهم لكل الناس على الواتساب عم بيعرضوهم على الفيسبوك طيب هالمراجع يلي عم توقع كمان هلأ جديد الظاهرة يعني شفنا نحنا بموسم الصيد اللي كان عم بيتخطى الأنون كان وعم بيحطوا عمواقع التواصل الاجتماعي كان عم بيصير فيه مليحة لألون هل هالشي كمان عم بينطبئ على سارقي أعشيش الطيور؟ سارقي ومجرمين مجرمين كمان؟ يعني أنا بعتبره وبرجع بقوله أنا عندي أولاد بيجي واحد بيخطف لأولاد بيبيعهم هي نفس الشي ما في فرق يعني بين هيا وهي طب أي صفحة عم بتنزل صور عشيش طيور للبيع عم تتليحق عم بيشوفوا؟ صفحات ما عم تتليحق نحنا بعثنا ليحة بأسام الصفحات ووصلت للقوة الأمنية وبنتشكر عائد جوزافي مسلم كتير عم بكون متجاوب بس النياب العامة بالوقت الحاضر هي إخدين أضراب لأنه في ليحة كمان بالأشخاص يلي بدي يعملوا دبئ بالأشجار الدبئ يعني اللي هي كمان خطرة كتير كمان عادة لما يلقطوا العش بحطوا دبئ بيلقطوا البي والأم يعني بيقضوا على العيلة بيكاملها يعني ما بقى يخضوا الولادة إبادة يعني إبادة كاملة في كتير صفحات صفحات ما عم تتوقف جربنا نعمل ريبورت تنسكرون ما قدرنا سكرنا هون يعني في منهم قدرنا سكرنا هون بس في صفحات ما قدرنا سكرنا هون عم نوقف الأشخاص عم نجرب المستحيل يعني متل ما قلت من أصل عشرة يمكن عم نوقف خمسة بالمبدأ كنا نوقفهم كلهم بس هلأ في ظروف خاصة عم بتكون عم تتأخر التوقفات لما تتأخر عم بيبعون بها الوقت يعني عم بيتيجروا فيهم طيب بالنسبة للأشخاص اللي عم بيمضوا تعهد كما ذكرت يعني استيساعد عم بيرجعوا يكرروا قلت لي عم بيرجعوا يكرروا تاني مرة وتالت مرة وهي أصعب ما يكون ونحن عم نبعث لما نقول مثلا نحن عادة بالاجتماع بنعمله بنبعث عادة بنقول لهم هذا الشخص توقف سنة الماضية أو القبلة أو من 3 سنين مثلا نتوقف لازم يتأخذ فيه حزم لازم يتأخذ فيه غرامة أو عقوبة كتير اسية على القليل يتوقف نهار بالمقفر مش عم نطلب نحن ينحط شهر سيدة بدأ تعديل بالأنون بدأ تعديل بالأنون وبيقدر المدعي النائب العام المدعي العام البيئي هو كمان يقرر يحطه نهار يوقفه بيقدر بدون تعديل عم نشوف الصور أستاذ روجي سعد أنا وياك والمشاهدين هاو صور الأعشاش بلابل هاو بلابل أخدينهم هاو تنسرق مثل ما هي مثل ما هي ببين بالعش وبعدن هون فراخ بعضن صغار هاو دي بدون ينتعملون هاو كمان فراخ حساسين بالمبدأ تسعين بالمية بتموت تسعين بالمية من الثيور ياللي بتتاخذ من البرية بموتوا يعني هاو دي بعده بالشجرة عارضوا على الشجرة مثل ما هو عارضينوا مثل ما هو على بواقع تواصل اجتماعي نوعه عاد شجرة عادوا في أشخاص بتحب تربي هالطيور في أشخاص بيحب يكون عنده بلبل في البيت في شخص بيحب يكون عنده حسوم البيت بس فيه طيور حساسين هي منتج بالقفاص مش بحاجة يسرقها من المرية كافة عن سرقة العشاش ما تسرق البيت لأنه بيته العيش فيه طيب شو الضرر إذا أخذوا هالعش كله وباعوا لناس هي بتهتم هو الضرر أنه نحن عم نخسر بالطبيعة لطيور يلي نحن نطرينا تنتج لأنه كل فرخ كل جوز كل جوز حسون أو حي الله جوز بيعمل حوالة 15-20 طير خلال الموسم الربيع إذا هاودي توقت لنلقطوا وآخذوا البرية فضت يعني نحن عم نخسر أنواع كثيرة من الطيور وأنا عم بحكي عن حالي أنا حد بيتي كنت اليوم كنت أسمع كان في بلبل كان في تسين هلأ هني أنا عندي ما في لقط يعني ما حدا بيسترجع يقرب يلقطون بس يمكن بغير وناطي عم بيفلوا على غير مناطي في مناطق أكتر من مناطق أنتو لحظتوها كمتطوعين أنا عنا عنا أحصى بالمبدأ برات بيروت صوب الجنوب في كتير لقط صوب الشمال في كتير مناطق يعني في مناطق يلي هي بعيدة عن بيروت أكتريتها فيها فيها هالمشاكل الكبيرة وفي صوب الشوف كمان في صوب الشوف في صوب حمانة في فوق حمانة يعني خاصا لقط هالعشيش بشكل عام فيه بالباترون وهو كلهم فيه إحصاءات فيهن نحن وعنا وعنا داتا يعني كاملة عنا كل شيء عنا رقم تليفون عنا اسمه وعنا عنوانه بس المسيبة أنه فيه كترة كترة وصاروا بيصاروا بيغاروا من بعضهم مثلا والله ساحة الشغلة هيني بروح بيسرقوا بلاش بلاش وبيبيعوا بيطلع مصاري وهيدي ضروري يكون في إلا حزم ضروري 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 جدا لأنه إذا تركناها هيك مستقبليا مش عم نحكي عنه هلا هايدي منا ظاهرة يعني هايدي منا ظاهرة وفجأة هايدي كانت من قبل كانت موجودة وهلا أنتو عم تلمسوا عم تلمسوا أنه عم تكتر هايدي الظاهرة بزرار وضع الاقتصادي اليوم السنتين حسين عم تكتر كانوا قادرين نوقفهم يعني والأول الأمنية كانت كتير كتير عم تشتغل يعني بعدها لليوم عم تشتغل مش رح نقول لا بس كانوا قادرين يوقفون حتى وصلوا في محل شخص ملقت حساسين يفرق حساسين دفعوا ثلاثين مليون ليرة عقوبة غرامة تب لاش اختلفت عند هالشخص وغيره حسب ما بكون اخد كمية يعني هو كان ملقت كمية كبيرة وكان اعادة وهاي بمنطقة زحلة صارت بمنطقة عريم منتشكرهم حقيقة لانه الشخص كان عم بلاقي تحساسين كذا مرة وتوقف كذا مرة واخر مالا دفعوا غرامة كنتوا اطلقتوا نداء يعني انه انتوا بحاجة لمتطوعين لحتى يكونوا كمان عم بيساعدوكن على الارض بكشف هالمجرمين وانا نحنا دايما عنا عطول كولفور فولونتير عطول نحنا منطلب متطوعين لانه بحاجة يكون في محلات ما نعرفهم يعني اتباب دانالها بس ما بهمنا نحنا كمان نعمل ندفع الناس مصاري يعني هاي دي نحنا مش نحنا بهمنا هالعصفير تضلة بمحلها بهمنا نحافظ هال هال ايكو سيستم الموجودة بالطبيعة نحنا اخر همنا انه مش نحنا بدنا نوقفكم وندفعكم بس ما هاي دي بالانون انون الصيد البري هاي دا بخالف الانون طبعا هاي دا اللي عم بقوله انا انه فيه انون موجود فيه تصورة مادة واحدة يا مينا مادة خاصة انه منع لانه هي اكيد ديما بتصير وهلأ زادت لانه بسبب الاخضاء الاقتصادية يعني فيه يعني بتذكر باحد احد العصام اتصل فيه على الهواء وكان عم بيخبرني انه فيه شخص هو بيشتغل نطور بمنزل وعملها شغلته هاي دا اللي نحنا بدنا نطلق كمان رسالة وقت اتصل فيك عصام وحكى عن هالشخص بعد يومين ثلاثة نحنا بنتشكل صوت منين قدام اسموعة اتصلوا فينا عن 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 قضايا هاي قصص ورحنا ووقفنا هون ساعدونا ووقفنا هون للاشخاص يعني شو ما فيه شكاوى يعني فيه مواطنين عم بيتجاوب مدون ما يكونوا متطوعين عم بيتجاوبوا معاكن بس يشوفوا حدا عم يسرق فيه كتير مواطنين عم بيساعدونا بكل شيء بيخبرونا وين فيه سرة عشاش بيخبرونا وين فيه لقطة حساسين بيخبرونا وين فيه شبكة عم بنحط بيخبرونا وين فيه دبي فيه كتير اشخاص هي مواطنة لبنانية بهمة تحافظ عبيقة لبنان مش بس لبنانية حتى من كل الاجناس عم بدقولنا من كل العالم لانه هو عم بنقهر لما عم بشوف هالشي هالتجارة صارت خارج لبنان يعني عم بي من لبنان للخارج ام بعد ما ممكن يكون فيه تصدير لبرة هو بالقنون ممنوع تصدير لبرة بالقنون ممنوع تصدير الحسون لبرة ممنوع تصدير الفراخ بس الفراخ صعبة تروح لبرة لانه بتموت يعني بده بده كتير اكل وبده ملوحة لانه الطير بده كل ساعتين يطعميه مش انه هيك بحطه طايعيش بس اكيد في تجارة يعني انت وصلنا لهالوقت اكيد في تجارة بالقصة طيب الانونية اللي ذكرته ايضا استايد البري هل يعني كمان يلحظ يلي بيشتري بيشتري هالأعشاش لا في ناس يمكن يكونوا حاطين انا بهمني اشتري أعشاش اذا حدا عنده بيلحظهم ما بيلحظوا لا بيلحظ بس هو اللي عم بيبيع بس نحنا عم نلاحق الكل لانه هو تجارة صارت يعني هدا اللي عم بيخده كمان تايتاجر فيهم يعني بالمبدأ او يمكن يكون عم بدوا يربيهم بدوا يربيهم اذا اخدوا تايربي واحد ماش الحال بس بيشتري يعني معناته عارف انه هيدا مش تايربيهم هيدا عم بيتياجر فيه ذكرتلي قلتلي الموسم بالربيع ببال شو يبنوا عشي شون الطيور طيور والطبيعة كلها طبيعة كلها بالربيع بيكون فيه تكاسر كتير وعادة كل جوز بيعمل عشرة خمسة عشر عشرين طيار حسب نوعيته مثلاً حسب الباشق بيمكن ببيض بيضة واحدة بس الطيور المغردة بتبيض يعني اذا بدي احكي شوي يعني هيك بشكل عام عن الطيور اول شي بتشكرك على هالكتاب القيم عنا 404 انواع من الطيور البرية بلبنان اي صحيحة بين مقيمة وبين مهاجرة واستقطوها بها الكتاب والصور كلها موجودة الطيور كلها موجودة بلبنان احنا معوادين نعرف بلبل حجل حسون تفيفيحة لا لا في كتير انواع غيره في كتير كتير الباشق بنعرفه في كتير فين صورة بتمروا بلبنان وستقطوها انتو من خلال هالجامعية بتوسقوا مرور هالطيور بتوسقوا حضورها هل في طيور ازا فينا نقول انبطلت موجودة بفعل الصايد بفعل الصايد بفعل الصايد خفت فيه طيور خفت هي عادة المهاجرة بقوصون في طيور خفت كتير وفي طيور انقرادت حبتها من لبنان بالعالم كلها انقرادت عادة باللبنان لما يكون الوقت الهجرة بيجوا من افريقيا ورجعينها افريقيا بيمرقوبة بيمرقوبة مثل عنق زجاجة عادة الصياد اذا كان صياد او الفرق عجي اذا شايفون بيفكرون كمية كبيرة بس ممكن يكون عائلة واحدة ما في غيرها يقوصها اذا قوصها ميتو القرد الباقي فهيدي المشكلة كمان مشكلة اساسية منتمنى على العالم ما يقوص شو مكان يقوص ضمن هلا بالانون عادة في 12 نوع طيور بس هل من يلتزم؟ هيدا السؤال هل من يلتزم؟ اصلا ما نفتح موسم السيد سنت الماضي الوزير ما فتح والسنة بعدنا ناطرين ما منعرف اذا رحين فتح موسم او ما رحين فتح بس انا برأي ان فتح او ما فتح لازم يلتزموا انا منى اذا كان الشخص معه رخصة او ما معه رخصة انا بهمني ما تقوص شو مكان ما تقوص مجازر انت بدك تاكل صحن قوص عشرة صفية ما تقوص 100 عصفور بيتركوا التسعين هلا يمكن كمان الازمة الاقتصادية وحق الخرطوش كمان بس عم بيستعمدوا شبك بنفس الوقت هو الشبك اخطر بكتير من كل شي الشبك والخاصة الشبك والصيد الليل صيد الليل هاي وقت تسمون اخطر من كل انواع الصيد لانه الشبك بيلات شو مكان ذكرتلي استاذ سعد الدبق كيف بينوضع الدبق لحتى يسر قول اعشاش الدبق بحطه متل اطبان تبقى اطبان بحط لهم دبق اني شغلتهم يبقى معامل بتعمله بلبنان مع انه ممنوع منع باتن حتى بالانون ممنوع صنعة ممنوع باعة ممنوع تأجيق ممنوع كل شي ما عم نشوف هلا هاي كمان هدي هدهد عرضي مولا البيع فراخ هدهد يعني معاه بيخلوا شي كل شي هدا فرخ هدهد طب انتو كمانا بتلاحقوا يعني مش بس الاعشاش بتلاحقوا كمانا الفراخ كل شي بايع ببري ممنوع بايع تيور البرية من عم باتن الطير البري حسب المادة السابعة من القانون هو ملك عام ممنوع حدا يقني ممنوع ينحط بقفص باشي ممنوع ينحط هدهد بقفص طيب لت بريخ اذا حيال لاشاو هلا كمان عم نشوف كمان عرضينا بخمسين دولار خمسين دولار يعني رايح سرقة وهيليك بالسيارة حاطتها عرضها للبيع حدا ما بعطلنا ايها طب اي شخص بيشوف بيشوف حدا عم بيسرق او عم بيتاجر كيف بده يبلغ مع مي بده يتواصل بيقدر يبلغ نائلة او يبلغ الصفحة عنا صفحة ناشطون او بيقدر يتواصل على بلغ تبع الاول امن على الوسائل الاجتماعي او يضيق على المية واثناش الاول امنية عم تكون كتير حاضرة هشوفنا تكاثر دود الصندل هايدا ضروري نحك فيها هايدا بتدل على لما نقوس سفري او الكوكو او الهدهد او سن المنجر هاودي بياكلوا دود الصندل دود الصندل بيروح الغابات بتيبس كلها السنوبر الارز بيبس اذا كانت اذا قضيتوا عليك هاودي بشكل عام لانه هاودي طيور بتاكل دود الصندل يعني فاذا اليوم صرختكم الى صرختنا الى الاول امنية والى المدعين الى البيئيين والى النياب العامي نتمنى خدوا معلش لو هالظروف صعبة بس في ليحة من الاشخاص يلي بدت تعمل مصانع بدت تعمل عم تبيع شبك عم تبيع هالقع شاش منتمنى عليكم معلش مرؤولنا اياها هادي ومشهولنا هالشكاوة يلي قبل ما نوصل لشهر الجاي تخرب الدنيا مبعوض في مجال نكمل شكرا للك واهلا وسهلا فيك على امل يلقى هالاذان صاغية وتحرك سريع شكرا للك رئيس جمعية ناشطونا لحماية الحسون والطير البري والمسؤول الاعلامي بجمعية حماية الطيور بلبنان اي بي سي الاعلامي روجي سعد اهلا وسهلا فيك استاذ سعد شكرا لكم بشكر كل الاصدقاء المشاهدين والمستمعين اشتركوا في القناة